طب ازاي انا بقى اتحلى بحصن الخلق ده وازاي يكون عندي الاخلاق الحميدة اللي انا اتقبل جوزي واعديله حاجات ما هالحياة لازم تستمر هتستمر ازاي طول ما انا وقفة كده ند بند وكلمة بكلمة الجوزي وهو كمان نفس القصة فلما يلاقينا انا كويسة وهدية وعدت موقف ممكن يكون دهيقني جدا بس بعد شوية لما يهد هو ويعد بالمشكلة دي يبدأ بقى يتنقش معايا ويقول لي على فكرة انا كنت مدائي من كذا وكذا فالمشكلة تصغر ما تكبرش نعم انت عارف لما نقف عندي قول قول ربنا عز وجل وقدمه لانفسكم لابد للرجل ان يكون هناك تقدمة حتى ينال الخير من امرأتي ولابد للمرأة ان تقدم شيئا طيبا حتى تنال الكلمة الطيبة من زوجها هي مشكلتنا ان كل واحد فينا بيبخل على الاخر بحسن الكلمة الكلمة الطيبة ليه بقى يا مولين بيبخل نفسي لذلك احنا لازم نرجع لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فعل حسن يصل منه الى زوجاته كل فعل كل كلمة طيبة اين نحن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه يجلس ويسمع لهن وربما يمزح ويضحك من افعالهن وربما يعلو صوت نسائه ولا يأنف ولا يتضايق غاية ما فعله عندما حدث بعض الغيرة او صلت بعض الامور راح سيبهم شهر كامل كده حتى عرفت كل واحدة منهن انها لا اخطأت ولابد ان لا تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص رجع اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نبص في حياته ما ضرب امرأة بيده ما شتم حشاه من ذلك ما سب حشاه من ذلك كان دائما لا يخرج منه الا كل جميل ان كان كان لا يخرج منه الا كل جميل مع اعدائه فما بالنا باهل بيته اذا لا احنا لازم نرجع الى فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصالحين كيف كان الصالحون يعاملون النساء في بيوتهم على مر التاريخ الاسلامي احنا الوقت لا احنا الوقت بنشوف اشياء عجيبة مش موجودة ولم تكن موجودة من قبل احنا بنشوف تطاول بنشوف اهانة وللأسف وصلوا الى مرحلة من التعليم ربما السابقون ما كانش وصلوا لها ولكن السابقون وصلوا باخلاقهم الاخلاق عندهم كانت اساسية دلوقتي معرفش في ايه اللي بيحصل لا الاخلاق عمالة تتدنى شيئا فشيئا فده الحقيقة لازم احنا نرجع نفسنا فيه وننظر لبيوتنا نظرة تانية خالص علشان نقدر نستقر في حياتنا طب امتى حسن العشرة ما تتفهمش بمعنى تاني وبمعنى غلط يعني امتى انا افضل عدي الجوز حاجات عملها كتير مدايقاني ممكن يكون غلط في قدام ولادي او قال كلمة دايقتني فانا عديت الموقف ده امتى بقى ما تفهمش اللي انا ما ليه الشخصية او ضعفت الشخصية واللي انا خلاص هو يتعود كمان على كده فيبدأ بقى يزود الجرع كمان بتاعته وانا افضل استحمل استحمل واعدي واعدي ففهم بقى حسن العشرة بمعنى تاني خالص غير اللي انا كنت اقصده وافهمه طيب اولا لا ينبغي للرجل ان يلغي شخصية المرأة من البيت ليه لانه لو قلل من شأنها كأنه يهدم شخصيتها مع ابنائها ومين اللي بيقعد مع الولاد اكبر فترة الام الزوجة يبقى انت لما تستقل الام دايما تسفه كلامها دايما تسفه رأيها دايما هي قدام اولادها بتسمع منك الكلام الشديد اه ايه اللي هيحصل الاولاد هيتشربوا هذا المشروع لزيك ده اكبر خطأ في التربية لزيك لما نجي نتكلم عن ازاي نعالج المشكلة الاسرية اول علاج للمشكلة الاسرية الا تخرج عن نطاق الزوجين اول علاج اه مش اي مشكلة اجري اقول لأهلي ولا يسمعها الولاد بره صح يعني الولاد في الصلاة ما قاعدين ولا قاعدين بره بره الغرفة ايه لا هم في غرفتهم الولاد ما يسمعهمش هم ما بيتناشروا دي اول حاجة لابد ان تكون من الرجل هنا يعني اشوف ان ده سبب اساسي من اسباب وضع يعني مكانة المرأة في الاسرة ان الزوج بيهنها او بيسفه دماغها ويسفه تفكيرها قدام ولاد وده مش صح في التربية ترجمة نانسي قنقر